مرحبا أعزائي الصغار اليوم سأروي لكم عن أجمل الأيام صحبة معلمنا قضينا أحد أيام الربيع بالغابة صحبة معلمنا السيد صابر تجولنا بغبطة بين الأشجار العالية وركضنا طويلا ورقصنا مع الفراش الطائر وعند الزوال افترشنا العشب الأخطر وتناولنا الغداء ثم عزف السيد صابر بنايه ألحانا شجية فغنينا وغردت معنا البلابل وهنا تنتهي بنا رحلتنا في فصل الربيع بعد أن أطفى علينا السعادة ونثر على وجوه الجميع البسمة وبوادر الأمل وحب الطبيعة والتمتع بجمالها الخلاب